اشتركوا في القناة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال له والغبطة تتألق من محياه ليهنك العلم أبا المنذر إن أبا المنذر الذي هنأه الرسول الكريم بما أنعم الله عليه من علم وفهم هو أبي بن كعب الصحابي الجليل أنصاري من الخزرج شهد بيعة العقبة وبدرا وبقية المشاهد وبلغ من المسلمين الأوائل منزلة رفيعة ومكانا عالية حتى لقد قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبي سيد المسلمين وكان أبي بن كعب في مقدمة الذين يكتبون الوحي ويكتبون الرسائل وكان في حفظه للقرآن وترتيله إياه وفهمه آياته من المتفوقين قال له رسول الله يوما يا أبي بن كعب إني أمرت أن أعرض عليك القرآن وأبي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتلقى أوامره من الوحي هناك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشوة غامرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهل ذكرت لك باسمي؟ فأجاب الرسول نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى وإن مسلما يبلغ من قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة لهو مسلم عظيم جد عظيم وطوال سنوات الصحبة وأبي بن كعب قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل من معينه العذب المعطاء وبعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى ظل أبي على عهده الوثيق في عبادته وفي قوة دينه وخلقه وكان دائما نذيرا في قومه يذكرهم بأيام الرسول وما كانوا عليه من عهد وسلوك وزهد ومن كلماته الباهرة التي كان يهتف بها في أصحابه لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه هنا واحدة فلما فارقنا اختلفت وجوه هنا يمينا وشمالا ولقد ظل متمسكا بالتقوى معتصما بالزهد فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه ذلك أنه كان يرى حقيقتها في نهايتها فمهما يعيش المرء ومهما يتقلب في المناعم والطيبات فإنه ملاق يوما يتحول فيه كل ذلك إلى هباء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير أو ما عمل من سوء وعن عمل الدنيا يتحدث أبي ويقول إن طعام بني آدم قد ضرب للدنيا مثلا فانظر إلى ماذا يصير الطعام إن حله أو إن ملحه وكان أبي إذا تحدث للناس استشرفته الأعناق والأسمع في شوق وإصغاء ذلك أنه من الذين لم يخافوا في الله أحده ولم يطلبوا من الدنيا غرضه وحين اتسعت بلاد الإسلام ورأى المسلمين يجاملون ولاتهم في غير حق وقف يرسل كلماته المنذرة هلكوا ورب الكعبة هلكوا وأهلكوا لو وقف الآن بيننا فماذا سيقول ثم يقول أبيه أما إني لا آس عليهم ولكن آس على من يهلكون من المسلمين وكان على كثرة ورعه وتقاه يبكي كل ما ذكر الله واليوم الآخر وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلها أو يسمعها تهزه هزا وتهز كل كيانه وعلى أن آية من تلك الآيات الكريمة كان إذا سمعها أو تلاها تغشاه من الأسى ما لا يوصف وتلك الآية هي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض كان أكثر ما يخشاه أبي على الأمة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير بأس أبنائها بينهم شديدة وكان يسأل الله العافية دومة ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة ولقي ربه مؤمنا وآمنا ومثابة ومثابة من وهي ترجمة نانسي قنقر